أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدا من الذين من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحصدون الناس على ما آتهم الله من فرقه فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صدعنا وكفى بجهنم سعيرا وكفى بجهنم سعيرا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة ونتخدهم ظلا وليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظتم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيع الله وأطيع الرسول وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فلدته إلى الله والرسول والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضل لهم الظلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين وإذا الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلموا الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعوهم وكلهم في أنفسهم وكلهم في أنفسهم كولا من بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليقاع بأون الله ولو أنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعوون به لكان خيرا لهم وأشد تكبيتا صدق الله العظيم ما فعلته شكرا